بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم بما أن أنا من طنطة فأنا الحقيقة كنت دايما بحث أنه يعني مولد النبي ده يخصنا بزيادة شوية لأنه طول عمرنا وإحنا صغيرين كنا نلاقي في الأيام اللي بتسبق المولد على طول كنا نلاقي أوتوبيسات سياحية جاية من القاهرة واسكندرية ومن محافظات تانية كتير من أنحاء الجمهورية بالطوابير يعني ركنين على جانب الطرق يمكن صفوف تملى شرعين ثلاثة طوال وعراض ركنين عند أشهر محلات الحلاوة ونازل بقى من أوتوبيسات دي وفود أشكال وألوان اللي بعمة واللي بلبدة واللي ببادلة واللي نازل ببالت وفره واللي جاي بمنديل بقية اللي جاي بولاده واللي بعت موظفين من شركته واللي جاي هو شخصيا بواجهته وقايفته عشان ينقي حلاوة المولد مخصوص لأهله وناسه وقريبه وساعتها بقى ما كانش في العلب الجهزة اللي مش عارفة كل العلبة بكام دي إنما الناس كانوا ييجوا يعملوا العلب على أديهم ويشكلوها على مذاكهم وكانت يعني شرة وفصحة بالنسبة له يعني كانت طنطة طول عمرها مشهورة بالحطة دي زي كده ما كانت بورسعيد مشهورة بالشامبوهات المستوردة والجينسات المركات أيام السوق الحرة كانت طنطة هي الرائدة في عالم حلاوة المولد وكان أحد بقى طبعا يسألني قال أنت هو أنت منين فأقول له من طنطة فكان يقول آه ده أنت بلد الحلاوة أو أنت بتوع الحلاوة طبعا الدنيا دلوقتي يعني فتحت على بعضها وساحت وكله بقى بيشتغل في كله إنما برضو هتفضل طنطة هي بلد الحلاوة والحقيقة كلمة الحلاوة نفسها إحنا بنستخدمها بأكتر بالدلالة في أكتر من موقف يعني مرة نقول إيه الحلاوة دي كنوع من أنواع المتح ومرة نقول يا حلاوة كنوع من أنواع الاستنكار وساعة نقول إيه يا حلاوة يا ولاد كنوع من أنواع الدهشة والاستغراب ومرات نطلقها على شوية سكر بلمون للاستخدامات النسائية فكل الأحوال الحلاوة دي شيء أساسي في حياة المصريين سواء قولا أو فعلا أو أكلا أو شكلا وعشان نبقى محددين إحنا هنتكلم النهاردة عن الشكل هل الحلاوة طعما وأكلا ممكن تمشي مع الحلاوة شكلا هنشوف هنسأل دكتور ماجد زتون استشاري التخلص من السمن هل يطرى ينفع نحط في الرجيم حتة حلاوة في الأسبوع اللي جيدة ولا الدنيا ممكن تبوز ده موضوعنا النهاردة حضرتكم تقدروا تتصلوا بي وتسألوا أي سؤال بس بعد فاصل قصير